اهلا بكم مشاهدينا واخر فقراتنا استاذ عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الاوراق المالية صباح الخير صباح الخير في البداية عايزين نتطمن البورصة قفرت على رئيه الاسبوع اللي فاته والمتوقع بقى هتبقى طالع ولا نازل واحدث النهاردة ممكن تبقى مؤثرة ازاي وانا يقدر نقول في النهاية الاسبوع الماضي كانت البورصة كانت انهت بقوة يعني كان فيه صعود يوصل الاتين ونصف في المية في المؤشر الرئيس ايجكس 30 وحوالي 3.2% في مؤشر الاسهم الصغيرة ومتوسطة وده عوض خسائر الجلستين السابقتين على الوضع ده بحيث انهى الاسبوع مرتفع بحيث حتى السوق ربح على مدار الاسبوع في رأس المال السوق حوالي 7 مليار جنيه الاسبوع الفات او استرد يعني جزء من الخسائر القديمة احنا حصدنا قديم الخسائر اللي عندنا من اول الصورة من غير دلوقتي يعني احنا كنا في بداية الصورة كنا 500 مليار جنيه رأس المال السوقي وصلنا لأدنى مستوله في نهاية ديسمبر الـ 298 مليار يوم الخميس كنا حوالي 375 مليار يعني استردنا حوالي 77 مليار خلال الفترة خلال الشهر والشهرين اللي فاتوا دول يعني اعتبر فبالنسبة للاسبوع ده اعتقد انه المؤشرات قدامها لسه فترة كمان لانها يحصل لها نوع من النمو لانها قدرت تحافظ على انها بالنسبة للمؤشر الرئيسي لانها توقف الخمس تلاف نقطة طوال الاسبوع الماضي اه ودلوقتي مفروض كان يوم الخميس داخل على خمس تلاف ومتين في توقعات ومجليسة موها نقطة مقاومة هي كانت نقطة مقاومة وفعلا حصل منها نزول اه لغاية فوق الخمس تلاف وشوية خمس تلاف وطمانتاشر وبعد كده بدأنا نوصل خمس تلاف مية وثلاتين يوم الخميس توقعات هذه المرة انه ممكن نوصل لخمسة ربعمية في الدورة الجديدة يعني ممكن يحصل هذا الاسبوع ده ان شاء الله طيب صرح احد المسؤولين قال ان الوضع الاقتصادي في مصر صعب وان معادلات النمو توقفت وده بيسيء للاقتصاد والشعب المصري معنى والحكومة ما زال لديها فرصة لاحتواء الخطر الاقتصادي ودعا لاتخاذ خطوات جدا واكتر شفافية في مواجهة الوضع الحالي حضرتك رأيك ايه في الكلام ده فيطر انه حكومة دكتور جنزوري طلبة قرد من صندوق النقد الدولي 3.2 من 10 مليار دولار وفي بيان الحكومة الناس كلها منتظران نهارده امام مجلس الشعب وبالاضافة بقى الكده انه في بعض النواب قالوا ان هم مجهزين كلامهم من الاول ومنهم رئيس لجنة الخطة والموازنة وقال والله انه كان فيه اجراءات كتيرة جدا مطلوبة من حكومة دكتور جنزوري من ساعة ما جاء من شهرين ومنها الحد الادنى والاقصى للاجور ومنها السنديق الخاصة ومنها حاجات كتير كانت ممكن توفر لنا موارد كتير لا تدعونا للاختراض طريق حضرتك على الوضع ده كله حتة ان الوضع في الاقتصاد في المصر فيه صعوبة اه نتفق معاها لكن نقدر نقول ان هذه الصعوبة تتضمن فرص وفرص لمن يريد يعني احنا نقدر نقول ان الاقتصاد المصري فيما يسمى في مفهوم الدورة الاقتصادية في القاع الاقتصادي بتاعها هذا القاع المرحل اللي بعد منه تبقى تصحيح وتوسع وصدهار يعني في الاخر فاللي هيعمل منها في الوقت الحالي سواء في الاستثمار المباشر او حتى من خلال البورصة اعتقد انه هينعم بفترة جيدة فترة زمنية للربحة ممكن توصل معاها لعدة سنوات الفترة اللي جاية بشرط انه يحصل الاستقرار الاجتماعي المنشوط في الشارع المصري فيه داخلين على استقرار سياسي لكن لازم يكملوا استقرار اجتماعي في الشارع تبقى الدنيا هادية عن الوضع اللي كان في الفترة الفات اللي برضي كلها امور بتعمل نوع من الندبات بالنسبة للمستثمرين بتخليهم يتخوفوا لحد ما فيما يتعلق مثلا بمسألة القرض المطلوب من صندوق النقد الدولي اللي هو مزمع توقيعه في الشهر القادم بـ 3.2 مليار دولار اعتقد ان السبب الرئيسي في التوجه اليه هو الاستنزاف الاحتياطي من النقد الاجنبي اللي كان 36 مليار وصل الى 16 مليار فاعتقد ان هو بالغرض الاساسي منه هو دعم هذه الاحتياطيات لان هذه الدولارات لما تأتي هيتم طبع نقود بمقدرها او بالمعادل المصر اليها تنزل السوق بحيث تبقى غطاء للاصدار النقدي اللي هيحصل في الوقت ده وفي نفس الوقت تقدر تحافظ على سعر الصرف لان هذه المحافظة بتساعد على استقرار معادلة التضخم او تخفيضه لان لو استمر الاستنزاف هتيبقى نتيجة طبيعية انخفاض سعر الجنيه واحنا دولة مستوردة بطبيعة الحال طبيعي ده هيا نحكس على اسعار السلع الاساسية لان اغلب استراضنا سلع اساسية امح زيت سكر يعني كلها امور بتمس حياة المواطن بصفة كبيرة حتى فيما يتعلق بالبترول انت ما بتيجي تشتري حص الشريك الاجنبي اشتريها بالعملة الصعبة برضو منه عشان خاطر تقدر تغطي العجز اللي موجود في الزيت بس استاذة ايسا يعني بالنسبة للوضع الحالي والنهاردة هتبدأ اولى جلسات محاكمة المتهمين بتلقي اموال خارجية وده مرتبط بشكل رئيسي بامريكا وكل الدنيا عارفة انه صندوق الناخد الدولي متحكم فيه عن طريق امريكا وفي نفس الوقت التصنيف الاقتماني لمصر نزل كذا مرة في الفترة اللي فاتت فبالتالي حتى القارد اللي احنا هناخده ده هيسبب لنا فوايد وحاجات مستقبلية ممكن تكون معاوقة الاقتصاد حالك شاه في الوضع ازاي احيانا بتبقى مضطر تلجأ لضواء مر يعني صحيح دايما القروض حتى لو من غير فايدة مشكلة يعني مش لازم الفايدة هتبقى المشكلة بالعكس يا فايدة الصندوق اقل بكثير من فايدة ازون الخزانة يعني ممكن ما تتجوز اتنين في المية انت بتدفع ازون الخزانة بين خمستاشر وستاشر في المية دلوقتي فمن ناحية الفايدة هو مش مشكلة مش مرهق لكن هي المشكلة في المشروطية الشروط اللي ممكن تبقى مترتبة عليه في حدود المينة انه هم قال لك حط البرنامج اللي انت شايف لنفسك عشان انت ما تقولش ان انا فرط عليك عشان هاجا اقولك انت اللي كتبت وانت اللي بتعمل لكن انا مش اقولك اعمل حاجة يعني هم مش حطين شروط مسبقة هم نفسهم ده ما قرأناه وهنا هو لانه برضو الصندوق من بعد الازمة المالية العالمية بدأ يدرك ان سياساته او البرامج الجاهزة والنمازج الجاهزة لكل الدول اصبحت انها ملهاش قيمة لانه كل دولة بتفرق عن التانية في ظروفها وظروفها الاجتماعية والاقتصادية فبقى يطرق للدول برضو حرية انها تختار السياسات والاجراءات اللي هي تبقى ملأمة لظروفها وظروف شعبها طوحاك مش شايف انه كان مفروض ان احنا نعمل زي مثلا ليبيا ان احنا نطالب اسقاط ديون مصر الخارجية علشان يساعدنا ده في الموضوع خصوصا انه كاترين اشتن الممثلة الاتحاد الاوروبي كانت بتتكلم من فترة وبتناشد مصر بارسال مسؤولين علشان يقولوا الاسماء المطلوبة تحفظ على اموالها او المشتبع فيهم لانه مفروض انه بحلول 11 مارس القادم يسقط حق مصر في المطالبة باموالها من الاتحاد الاوروبي حضرتك شايف الوضع ده ازاي انه الديون برضو مؤثرة ازاي في الموضوع وازاي احنا ممكن نطالب بفلوسنا اللي برة مع تقاعس رؤساء الحكومة السابقين في عمل دالة من الستة قلت انه لم يتقدم لا دكتور شفي ولا دكتور شرف المطالبة بذلك بص عملية اسقاط الديون اه اسقاط الديون شيء كويس لكن لو نرجع بالزاكرة مثلا يام حرب الخليج لما حصل اسقاط للديون نتيجة الدعم لجستيك اللي قدمته المصر للقوات الامريكية وقوات التحالف وقتها كان فيه مشروطية كان اهم هذه المشروطيات انك لازم تعمل برنامج اصلاح اقتصادي جوهر والاساس الخاص خاصة وبيع القطاع العام والكلامنا كله برضو اسقاط الديون هذه المرة سيرتب ممكن مثل هذه النتائج ايضا وده هيخالف حتى متطلبات الشعب فانت النهاردة ما تقدرش تطلب لانه هيخليك في الاخر تخرج عن طلبات الصورة نفسها هتبص لانفسك رجعت تمارس نفس السياسات الاديمة لانها هتفرض عليك انت عاوز تنزل طب تنزل بقى بشروطي فالنهاردة فالنهاردة انا اعتقد ان الحكومة اخذت طريق الصعب والافضل بالنسبة لنا يعني لانه هي الدنيا مش سيئة للدرجة مكاومات الاقتصاد المصري جيدة لكن يعني نظر ايه عربية حلوة بس محتاجة بنزين يعني في الفترة اللي جاية محتاجة سيولي عشي خاطر تحرك ده انت عندك بنقول الوضع الاقتصاد الصعب لكن انت عندك فيه تقاط عاطلة يعني عاطلة بسبب الظروف الظروف مش قادر يبيع بيخار سرح ناس الامن في الشارع بيخلي عملية النقل عملية السلع نفسها بيحصل لها مشكلة لو اشتغلنا تأكد انه على اخر سنة ممكن تعمل معدل نمو خمسة في المية لان انت كنت في الفين وعشر عامل ستة في المية التظاهر اللي حصل كان راجع لانه التقاط وقفت لكن التقاط موجودة امكانيات موجودة بالأسلس والأصول موجودة بالضبط موجودة وقادرة على العمل والعملها موجودة يعني مفيش مشكلة كل مطلوب ان العجلة تدور تلك بالضبط كان جميل وده مهم ان نسمعه من خبيلي زي حضرتك لانه مهم برضو رأي حضرتك كخبير في اجراءات الحكومة ان احنا نبقى فاهمين انه العملية مش سهلة يعني هو مش مجرد ان احنا طلبين قرد لمجرد ان احنا عايزين قرد ان ده مرتبط بحاجات تانية مرتبط بعجز في الاحتياط مرتبط بحاجات كتير طيب بانتهاء انتخابات مجلس الشورى وانتخابات مجلس الشعب حضرتك شايف تأثير الانتخابات دي كان عامل ازاي على البورصة وفتح باب الترشيح في عشر مارس اللي جاي لانتخابات الرئاسة ممكن يبقى مؤثر ازاي احنا شفنا الاثار بانت حتى من اول يناير حتى الان طبعا في اول يناير كنا خلاص دخلنا على المرحلة التالتة من انتخابات مجلس الشعب فكده خلاص بدأت الرؤية للجميع المستثمرين انه اول مؤسسة تشريعية على مرمى البصر وبالفعل تكونت واشتغلت من 23 يناير شفنا البورصة المصرية التي حققت اسوأ اداء في العالم في العام الماضي حققت حتى الان افضل اداء في العالم حتى الان يعني افضل بورصة على مستوى العالم هي البورصة المصرية خلال الشهرين اللي بدأوا من اول يناير بسبب انه المستثمر رأى ان تكوين المؤسسات الدستورية ده في حد ذات وهيقدي الاستقرار السياسي هيبتدي الكل ينخرط في عملية سياسية وانه كل الطبعة في السياسي اللي احنا كنا فيه ممكن يبتدي ياخد مسارات واضحة وكل واحد يشتغل بالطريقة اللي تتناسب مع الوضع الجديد طبعا زاد عليه تحديد موعد فتح باب الترشيح في 10 مارس برضو طمئن على انه البرنامج الزامني الموضوع في طريقه للتحقق كل ده كله انعكس على السوق دايما البورصة بنقول انها بتحقق حكتين مهمين جدا انها بتعكس الاوضاع القائمة ثم كاشف عن المستقبل كل المستثمرين بيشتروا دلوقتي بأسعار اغلى مليكانوا بيشتروا بها في ديسمبر معنى كده ان هما شايفين ان اللي قادم هيكون افضل طيب سؤالي الاخير ده يمكن سؤال الناس كلها في البيض البيضة ولا الفرخة ولا الفرخة قبل البيضة دايما بنتكلم عن انه عشان ولدنا تقوم محتاجين الامن واقتصادنا يقوم طب الامن الاول ولا الاقتصاد اغلبية الخبراء قالوا لا الامن الاول الامن الاول علشان الامن لما يتحقق الناس هتامن وبالتالي هيجيلك مستثمرين وهتبتدي الدنيا تشتغل فده يعكس مناخ امن يقدر ان يحسن لك الاوضاع في الفترة القادمة والبعض الاخر بيقول لي لا لازم عجلة الانتك تدور الاول عشان نعرف نعمل كل ده خلالك شايف انهي الاهم الاول وايه المطلوب في الفترة القادمة كخبير في البوز شوف سيدنا ابراهيم قال ليه لما راح في الوادي غارزي زار علي اللهم اجعل هذا البلد بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات فقدم الامن على الرزق من الثمرات اه حتى ربنا سبحانه اطعمهم من جوع وامنهم من خوف اه هنا الواو حتى ما تعنيش الترتيب اه لكن تعني انه برض الامن فالامن قضية مهمة جدا لانه شرط اساسي لانه النهاردة لو هعرض حاجة هتتسرق مني او هتتعرض لمشاكل هتخليني احجم او هشتغل بالقدر الايه الاولاية فالامن اعتقد انه هو شرط ضروري جدا لجذب الاستصبرات وتحريك عجلة الاقتصاد طيب ختمة اللي كلامنا في 10-15 سنة هلاك شايف صفقة الموسم صفقة بيع مبنية الفرانس هلاك شايفها مؤثرة زي في الفترة قادمة هي مفيدة لجميع الاطراف هتوفر حوالي 2 مليار دولار توضاف للاحتياط النقدي وده شيء مهم الناس هتبيع بسعر افضل مما كان عليه من 75 جنيه هنبيع من 222.5 صحيحة ودلوقتي ببيع 76 او 175 اعتقد انه هذا ظل شركة قراثكم الاتصالات لها قدرة بال5% اللي هتفضل هيبقى لها قدرة تسوطية 30% وبالتالي هتظل موجودة هتتوفر سيولا للسوق 6 مليار جنيه تعادل استثمارها في البرصة ممكن تزيد من ارتفاع الاسعار ثم انه قراثكم الاتصالات هيبقى عندها برضو 6 مليار جنيه تسطيع عادل استثمارهم اما في شبكات في ليبيا في سوريا في اي مكان لاماكن خاصة انه يعني هذه الشركات عودتنا انها تشتعل في اماكن الخطر اكثر من اماكن الامنة واستاذ عيسى فتحي نائب رئيس شابط الاوراق المالية بنشكرك جدا يا فندي ونتمنى ازدهار اختصالنا ان شاء الله نورتنا يا فندي مشاهدين دي كانت نهاية فقراتنا في نهارك سعيد كنا معكم على الهوى من 9-11 الصبح بكرة يكون معكم فريق عمل جديد نشوفكم على الف خير ويا رب دايما نهارك سعيد شكرا